بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة وطالبة الصفحة الخامس الابتدائي في قناة انجليزة ابتدائي عندي اعدادي مع مساناء السمان ان شاء الله هنهضا هنشتغل من كتاب المعاصر صفحة متين متين تسعة وتلاتين متين تسعة وتلاتين درس التاني في يونت سكس اخر واحدة في المناتب درسنا النهاردة عنوانه بيقول هاو اوفن دو يو وهنكمل هاو اوفن يعني كم عدد المرات كم مرة دو يو التي تفعل فيها كذا يبقى النهاردة هنسأل عن كم مرة تقوم بكذا تعمل العمل الفلاني هنا بيقول تركيز على القاعدة النهاردة بيقول ايه يعني ظروف التكرار يعني ايه ظروف التكرار هي عبارة عن كلمات بتوضح لنا ايه كم مرة احنا بنقوم بالعمل ده زي ايه مسلا لو انت دايما دايما بتروح المدرسة ماشي علشان مدرستك قريبة من البيت يبقى دائما معنى ايه خلاص طالما مدرستك قريبة من البيت خلاص فانت على طول دائما تذهب الى المدرسة عنفط يعني ماشيا على الاقدار طيب ده 80% يعني 80% يوجولي عادة لما يكون الحاجة دي انت بتعملها بنسبة 80% عدد تكرار المرات حوالي 80% يبقى ده نقول على ايه عادة عادة طيب اما 70% يعني قال منها شوية عدد المرات قال من يوجولي شوية فانخليها غالبا حرف تي هنا لا ينضق غالبا اما النص بالنص بقى 50% اسمه ايه sometimes يعني احيانا sometimes احيانا اما الحاجة المش بتعملها ابدا مطلقا اللي هي 0% صفر في المية انت اساسا مش بتعملها خالص هتبقى ايه never never يعني ابدا او مطلقا يبقى دول اسمهم ايه adverse of frequency يعني ظروف التكرار ظروف التكرار دي مش بس هتاخدها في سنة خمسة كمان في باقي المرحلة الاتدائية والاعدادية والثانوية كمان عندك نقول الثاني always always دائما usually عادة usually عادة often غالبا often غالبا sometimes احيانا sometimes احيانا never ابدا never ابدا او مطلقا هنا بيقول الكلام اللي احنا قلناه بس بالانجلش بيقول ان ظروف التكرار دي احنا بنستخدمها في الزمن المضارع البسيط عشان نعبر عن عدد مرات تكرار عدوس الفعل ده ادي مثال بيقول اي انا always اللي هو ظروف التكرار معناه دائما get early get up early استيقظ مبكرا I always get up early انا دائما استيقظ مبكرا يبقى انا على طول بعمل كده طيب بيقول ازاي نستخدم ظروف التكرار مكانها بيبقى فين بتبقى بعد الفعل الاساسي احفظ معايا الجزء الاول ده هو بيقول adverbs اللي هي ظروف التكرار of frequency come before ظروف التكرار تأتي قبل the main verb الفعل الاساسي نقول تاني ظرف التكرار ييجي امتى قبل الفعل الاساسي تاني قبل الفعل الاساسي ظرف التكرار قبل الفعل الاساسي off كده stop بالحد هنا نفهم المثال الاول وبعد كده نكمل انا بيقول we usually go out on fridays نحن عادة go out نخرج on fridays في ايام الجمع ادي we اللي هو الفاعل معناها نحن ظرف التكرار ad usually معناها عادة go الفعل الاساسي هنا go out يعني نذهب للخارج او نخرج ادي الفعل الاساسي علشان كده نجبنا ظرف التكرار قبله طيب تعال نكمل بقى الجملة دي بتقول ايه or after verb to be او بعد verb to be in the sentence في الجملة طيب الجزء التاني بيقول ايه او بعد verb to be تعالي نشوف المثال هنا بيقول ايه we are never late for school يعني نحن ابدا مطلقا لا نتأفر ابدا عن المدرسة يبقى ادي we verb to be المناسب لي we هو ايه خار خلاص يبقى verb to be لا يفترق ابدا عن الفاعل ما تبعدهش عن الفاعل ابدا كل ما هجيب الفاعل والجملة يكون فيها verb to be تجيب verb to be نقول تاني ظرف التكرار ما كانوا فيه قبل الفاعل الاساسي او بعد verb to be قبل الفاعل الاساسي لو الجملة مفهاش verb to be طب لو لقينا verb to be يبقى خلاص ظرف التكرار بعد verb to be هنا بيقول remember تذكر علشان احنا اخدنا اساسا ضمن المدارع البسيط قبل عن كده the present simple tense بيقول ازاي بنكون الجملة he she it اي او اي اسم مفرد يعني بدال he مسلا احمد بدال she aya بدال it the cat the chart اي شيء غير عاقب خلاص كده دول هم عبارة عن الفاعل يجيب علهم ايه مصدر الفاعل بس هنضيف له اضافات ايه ما هنضيف اس او اس او is هيبقى الاضافات دي مع مين مع hee وشي و it فقط اما i we you they هنجيب بعضهم مصدر الفاعل فقط مش هنضيف له اي اضافات اوكي طيب هنشوف هنا pop quiz on language focus بيقول choose a correct answer from a b c or d number one she sometimes هيا احيانا هنقول ايه من الافعل دي to music للموسيقى هنقول listening well listen listened lessons ها اقول lessons طيب ليه علشان الفاعل هنا ايه she مع hee وشي و it ننضيف للفاعل اضافات هنا اضافنا ايه اضافنا s number two i وهنجيب بعد كده ايه ظهر في تكرار من دول go to school on friday اذهب للمدرسة يوم الجمعة it's a holiday انه يوم اجازة طالما يوم اجازة وده يوم الجمعة هيب انا هقول i ever ولا never ولا always ولا usually اقول i never يعني انا ابدا مطلقا لا اذهب للمدرسة في يوم الجمعة انه اجازة اما always دي معناها دائما ويوجولي معناها عادة شوف number three هنا بيقول she هي هنجيب ايه بقى من الاختيارات دي هي sandwich اللي هو sandwich from this restaurant من هذا المطعم اقول she always gets ولا she gets always she always get she get always هنقول she always gets ليه هنجيب الفاعل بعد وزار في التكرار وقاد الفاعل الاساسي ايش احنا بنقول ايه verb to be يجي قبل الفاعل الاساسي او بعد verb to be هنا ما فيش verb to be خلاصي بيه هنخلي قبل الفاعل الاساسي ادي الفاعل الاساسي ايه جت طيب ليه هنا اضفنا اس علشان الفاعل هنا شي مع هي وشي وات بنضيف اضافات للفاعل هنا اضفنا ايه اس خلاص طب ليه ما اخدناش ده ده ما اخدناش الاختيار ده لانه هو جاب زار في التكرار بعد الفاعل الاساسي وده خطأ هنا جاب زار في التكرار الاول اه بس جاب جت لوحدها بدون اضافات الفاعل جت لازم اضافه ايه عشان الفاعل هنا شي هنا قال ايه جت اوز جاب الفاعل الاساسي الاول وكمان بدون اضافات وجاب بعده ظرف التكرار وده خطأ الصحيح ايه؟ الفاعل ظرف التكرار الفعل الاساسي هي تحب الموسيقى هي هي هنقول ايه من ظروف التكرار دي يعني تستمع الى الموسيقى دائما يعني بالكاد او بصعوبة ولا ابدا او مطلقا معناها برضو ابدا هنقول ايه؟ طيب ما هي بتحب الموسيقى يبقى هي اكيد ايه؟ عدي بيحب بيسمع الموسيقى يبقى على طول بيسمع الموسيقى خلاص دائما تسمع الموسيقى نمبر فاعل هي هي هنجيب ايه من ظروف التكرار دي للعمل هي احيانا تكون متأخرة على العمل عشان هنا جايب كل ظروف التكرار هي يعني احيانا هنفطر ايه؟ هنقول ولا 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 بدون هنقول ايه؟ فكر معاي هنقول ليه؟ عشان احنا بنقول لما يكون الجملة فيها لا يمكن ابدا تبعده عن الفاعل هادي الفاعل جيب بعده على طول كده اللي هو بعد كده هنجيب ظرف التكرار اللي هو يبقى ظرف التكرار كده يجي بعد هي احيانا تكون متأخرة لعلى العمل اما هنا جاب العكس ما ينفعش نبعده عن الفاعل هنا جاب بس بدون مش هتنفع تبقى فيه جملة اساسا في اللغة الانجليزية بدون فاعل هنا جاب بي بي في المصدر شاينفع علشان ده زمن مضارع بسيط هنقول هنا بيقول يعني كم مرة كم مرة نستخدم الكلمة دي علشان نسأل عن عدد مرات تكرار حدوث الفاعل وده طبعا في زمن المضارع البسيط يعني مثلا هنقول كم مرة دو هنستخدم الفاعل المساعد دو مع الضمائر آي يو ذاي وي بعد كده مصدر الفاعل how often كم مرة دز مع هي وشي وقت وبعد كده مصدر الفاعل طيب علشان نجاوب يبقى مع هي وشي وقت هنستخدم الفاعل المساعد دز مع آي وي وذاي وي هنستخدم الفاعل المساعد دو عشان نجاوب على السؤال ده لما يقول كم مرة أنت أو هي تقوم بفعل كذا أستخدم ظروف التكرار اللي احنا لسا إلنا هي always دائما usually عادة often غالبا sometimes أحيانا never معناها أبدا أو مطلقا هنا بنقول إيه how often يعني كم مرة do you walk to school أنت تمشي إلى المدرسة قال I never walk to school أنا أبدا لا أمشي إلى المدرسة ليه أهو هو بيروح بلايه بالباس بالوتوبيس يبقى كم مرة أنت تمشي إلى المدرسة قال له أبدا لا أمشي إلى المدرسة يبقى في إجابة how often نستخدم ظروف التكرار طيب إنا لاحظا هو استخدم do كفعل مساعد ليه علشان هنا الفاعل you بص كده الجملة دي أو السؤال ده بيقول how often does he do his homework in the evening how often يعني إيه كم مرة استخدمنا هنا الفعل مساعد does ليه علشان الفاعل هنا he بعد كده طيب حد يقول لي ما هو جاب do برضو لا ده هنا فعل أساسي فعل أساسي فعل أساسي معناها يفعل خلاص is homework واجبه المنزلي in the evening في المساء حيث يقول كم مرة هو يؤدي واجبه المنزلي في المساء هنا بيقول he always does his homework in the evening هو دائما يؤدي واجبه المنزلي in the evening في المساء يبقى استخدم ظرف التكرار always هنشوف بعد كده هنا بيقول pop quiz على اللانجوج اللي هو الجزء القاعدة بيقول choose correct answer from a, b, c, or d number one how often يعني كم مرة نستخدم إيه من الأفعال دي you cook dinner you cook dinner أنت تطبخ العشاء هنقول how often a do ولا doing ولا does ولا are هقول how often do ليه علشان الفاعل هنا you نستخدم often كم مرة بعدها الفعل المساعد يأما do يأما does مين اللي هيقرر الفاعل ده الفاعل ده هو you وطالما you يبقى نستخدم الفعل المساعد do خلاص number two how often يعني كم مرة do you أنت عايز نجيب إيه من الأفعال دي your grandparents يعني جديك أنقول visit ولا visits ولا visiting ولا visited ده سؤال والسؤال في زمن المضارع البسيط بنجيب فيه مصدر الفعل بدون أي إضافات هادي visit فقط شنضيف أي حاجة لا s ولا i نجي ولا i دي خلاص نقول تاني كلمة استفهام اللي هو how often فعل مساعد اللي هو do فاعل اللي هو you بعد كده فعل الأصلي اللي هو الأساسي بدون أي إضافات اللي هو visit خلاص فعل هنقول أول حاجة كلمة استفهام فعل مساعد فاعل فاعلة أصلي number three how how ايه يا تار هنفطار ايه من الكلمة دي نسأل بي how ايه does she play tennis هي تلعب تنس she never plays تنس هي أبدا لا تلعب تنس طالما هنا فيه never يعني ظرف تكرار ظرف تكرار يعني بيدل على إيه على عدد المرات هو كده بيسأل عن عدد المرات فهنقول إيه كم مرة كم مرة اسمها إيه how many لا how many معناها كم عدد how much لا how much معناها كم كمية how often how often يعني كم مرة طيب لو قلنا how long معناها ما طول أو ما مسافة خلاص عايزين من how often كم مرة علشان إجابة فيها ظرف من ظروف التكرار number four how often does he go to the library how often كم مرة هو يذهب إلى المكتب he often هو غالبا غالبا عايزين نقول إيه من الأفعال دي to the library للمكتب هنقول go ولا goes ولا going ولا went هقول goals طيب ليه علشان الفاعل هنا هي في الجملة مع هي وشي وإت هنضيف للفاعل إضافات إن الفاعل go ينتهي بحرف العشان كده هنضيف له يبقى في السؤال هنجيب مصدر الفاعل لكن في الإجابة هنضيف إضافات مع هي وشي وإت فقط number five how often يعني كمر do بنسأل مين بقى study English how often do it study English ينفع it غير العاقل يذاكر اللغة الإنجليزية لا طيب هنقول هنقول هي ولا ذا ولا شي هنقول ذا طيب ليه علشان هنا استخدم الفاعل المساعد وإحنا عارفين الفاعل المساعد بيجي مع I we without you أما هي وشي وإت بيجي معهم الفاعل المساعد does خلاص number six هنبدأ بإيه بقى من الحاجات دي هنبدأ بها السؤال runa and north help mom in the kitchen يعني runa ونور بيساعدوا ماما في المطبخ هنقول do ولا does ولا is ولا are هنقول إيه هنقول do إزاي علشان runa ونور دول جمع اتنين وطالما اتنين عندنا في اللغة الإنجليزية يعني الجمع كأنك بتقول they هم طالما they يبقى هنستخدم الفاعل المساعد do خلاص عايزة قول هل runa ونور تساعد ماما في المطبخ هنشوف بعد كده general exercises on lesson two آآ تدربات عامة على الدرس التاني read and match a with b a بيقول I always go to أنا دائما أذهب إلى a in bed add 11 p.m للفراش في الساعة الحادية عشر آآ مساء يعني ساعة 11 بالليل ولا do you play tennis أنت تلعب a tennis هنقول the club on saturdays النادي في أيام السبت I can't play it أنا لا أستطيع أن ألعبها I can play أنا أستطيع أن ألعب a shower in the morning يعني أخذ دوش في صباح طيب هنقول ثاني I always go to I always go to أنا دائما أذهب إلى the club on saturdays النادي في أيام السبت number two I usually have أنا عادة أأخذ a أنا عادة أأخذ a shower in the morning يعني دوش في الصباح number three I'm always أنا دائما أنا دائما in bed at 11 p.m. أنا دائما أقوم في الفراش في الساعة الحادية عشر مساء number four how often يعني كم مرة كم مرة إيه يبقى لازم أكمل بسؤال دي كوستر مارك على متى الاستفهام خلاص وأنا مغمط كده هكمل بها هقول how often كم مرة do you play tennis أنت تلعب التنس number five I never play tennis أنا أبدا لا ألعب التنس طيب لي عم I can't play it أنا لا أستطيع أن ألعب إن الآن never يعني أبدا يبقى هو أكيد لا يستطيع أن يلعب التنس number two بيقول يعني أعتبت بالكلمات to make correct sentences دي تصنعه من صحيحة number one meat لحم she هي red أحمر eats تأكل never أبدا فهنقول إيه أول حاجة هنبدأ بالفاعل اللي هو إيه she هذه number one طيب كده الفاعل بعد كده هنجيب إيه ظرف التكرار للغ never بعد ظرف التكرار هنجيب الفاعل اللي هو إيه eats تأكل هي أبدا لا تأكل red meat اللحوم الحمراء هي بقى لي red وبعد كده meat نقول كمان she هنجيب الفاعل بعد كده ظرف التكرار never بعد كده الفاعل الأساسي eats red meat اللي هو number two strawberries strawberries آآ الفراولة thus ده فعلي مساعد نستخدمه في زمن المضارع حل بسيط مع هي وشي وإت في السؤال how يعني آآ كم نقول how often كم مرة she هي eat معنى تأكل هنبدأ به how آآ دي how أول حاجة طيب هقول how ايه how often كم مرة بعد كده الفاعل المساعد اللي هو does يبقى كلمة استفهام فاعل المساعد فاعل فين الفاعل or الفاعل الأصلي eat آآ دي eat الفاعل الأصلي eat وبعد كده strawberries اللي هي الفراولة نقول تاني how often اللي هو ده كلمة الاستفهام بمعنى كم مرة فاعل مساعد does بعد كده الفاعل she الفاعل الأصلي eat strawberries هنكمل بقى اسوأ كم مرة هي تتناول فيها أو تأكل الفراولة number three wake up يعني نستيقظ we نحن before قبل seven a.m سبعة صباحا sometimes أحيانا هنبدأ بإه ليه الفاعل هو we طيب بعد كده هنجيب بصرف التكرار sometimes هنجيب الفاعل الأصلي اللي هو wake up يعني نحن أحيانا نستيقظ before قبل seven a.m seven a.m يعني السابعة صباحا دي number five number five number three be all complete the sentences أتمل الجمل with the correct form of the words in brackets بإصيغة صحيحة للكلمات ما بين القوسين number one he هو always speaks english at school ايه الصح الصح هنقول هل في حد ممكن يتكلم لغة الانجليزية دائما في المدرسة ممكن نغير زرف التكرار الالويس وهنخلي مثلا sometimes ادي sometimes يعني أحيانا بعد كده هنجيب الفعل زي ما هو speak ادي speaks هتبقى he sometimes speaks هو أحيانا يتحدث اللغة الانجليزية في المدرسة number two I go to the park أنا أذهب إلى بارك الحديقة أو المنتظر every day كل يوم I never go to the park أنا أبدا لا أذهب لبارك الحديقة لا طبعا هنا أنا أقول every day كل يوم طالما كل يوم يبقى الظرف التكرار المناسب هو always مش never هذه always number three how many how many يعني ايه يعني كم عدد does she exercise هي تتدرب she always exercise هي دائما تتدرب إيبعيزين ايه هنقول how often كم عدد المرات اسمها how often هذه how often يعني كم مرة علشان هنا نذكر الظرف التكرار اللي هو always number four they always are good at math class class يعني عايزي يقول هم دائما جيدون في حصص الرياضية طالما فيه بي في الجملة لا يمكن ان يفترق ابدا يبعد ابدا عن الفاعل علشان كده هنخلي R على طول بعد الفاعل هذه R وبعد كده ظرف التكرار هو always يبقى ظرف التكرار يجي بعد وبعد كده هنشوف هنا number four على ملهبة يعني متعبة بعد العمل هنقول ايه never is ولا is never never does never هنقول is never يعني علا ابدا لا تكون متعبة بعد العمل جبنا is verb طالما في verb بقى يجي بعد الفاعل على طول لا يبعد عنه بعدها ظرف التكرار هو never number two is favorite subject is science يعني المادة المفضلة لديه هي العلوم so لذا he ناخد ايه من ظروف التكرار دي gets high marks يعني يحصل على درجات عالية طالما هي المادة المفضلة لديه يبقى he never ابدا doesn't لا don't لا بس مع i with they with you d he she it always دائما هنختار always لمعنى دائما طالما هي المادة المفضلة ده يبقى كيد بيزن الله بيجيب فيها درجات عالية دائما يبقى يبقى نقول he always gets high marks number three the students الطلاب ما لهم باه هنقول late يعني مداخرين they wake up very early هم يستيقظون مبكرا جدا ناس بتصحى بدري جدا يا عم يبقى هنقول عليهم are never late يعني أبدا لا يتأخرون are always late يعني دائما يتأخرون never are ولا always are هنقول are never late ليه جبنا الاختيار ده علشان قادي الفاعل بعد عالطول يجي فارب بي بعدها ظرف التكرار never معناها أبدا number four they هم ناخد من الأفعال دي معها ظرف تكرار on their balcony في البالكون بتاعهم on hot nights يعني في الليالي الحرة هنقول sit usually often sit never sit sometimes هنقول ايه هنقول often sit غالبا يجلقصونا في البالكون في الليالي الحرة طيب ليه الاختيار ده بالذات علشان هنا الفاعل يجي بعده ظرف التكرار أهو وبعد كده الفاعل الأساسي يبدأ ظرف التكرار يجي قبل الفاعل الأساسي لكن في الثلات اختيارات ده الجايب الفاعل الأساسي الأول وده خطأ number five how often يعني كم مرة هنقول do ولا does ولا do or did your sister go to the club أختك تذهب إلى club النادي هنقول how often ايه هنقول how often does طيب ليه قلنا does عشان your sister كأنها شي كأنك بتقول ضمير الفاعل شي وضمير الفاعل هو اللي بيحدد اللي احنا بنستخدموهن هنقول كلمة استفهام فاعل المساعد الفاعل هو اللي بيقررها وده الفاعل الأصلي هو go number five بيو write the paragraph of about five sentences using the following guiding elements يعني أكتب فقرة من خمس جمل باستخدام هذه العناصر الـ daily routine الروتين اليومي يعني الروتين اليومي يعني الأعمال اليومية اللي أنا بقوم بها في خلال اليوم guiding words كنهامات مرشدة get up get up يستيقظ have a shower have a shower يعني يأخذ دور go to school يذهب إلى المدرسة return home يرجع للبيت play video games يلعب ألعاب الفيديو هنقول هنا نسيب مسافة كلمة ورا ونبدأ بحرفك بدل وهقول I get up at six o'clock أنا أستيقظ في الساعة السادسة يبقى أنها كده هبدأ الروتيني اليومي I have a shower أنا أأخذ دور my school is near my house مدرستي بالقرب من منزلي طيب طالما المدرسة وريبة يبقى أنها هعمل I always go to school يعني أنا دائماً أذهب إلى المدرسة عايز هنا بس الكلمة ايه school طيب بعد كده I usually return home at two o'clock أنا عادةً أرجع للبيت في الساعة الثانية I sometimes play video games أنا أحياناً ألعاب ألعاب الفيديو لاحظ أننا استخدمنا زمن المضارع البسيط اللي بيحبر عن أحداث متكاثرة الريتين اليوم وصلنا كده لحظة صفحة 296 فلصنا listen to في آخر وحدة عمدك في المناج بإذن الله تابعنا أنت وكل حبيبك وقريبك من أولى ابتداء لتلتسلم على قلوتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته